أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فليب لازاريني أن الأعمال القتالية مستمرة في رفح الفلسطينية وجنوب قطاع غزة وذلك على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من ناحية أخرى أفدت الأونروا بأن قطاع غزة يمثل أخطر الأماكن في العالم على العمال الإغاثة مشيرة إلى مقتل 193 من موظفيها خلال الحرب على غزة بشكل مأسوي